مع تصاعد الأصوات المعارضة لإعادة آيا صوفيا إلى جامع في إسطنبول بقرار تركي تبرز حقائق تاريخية لا يمكن إنكارها أو تناسيها توثق حقبا مريرة مرت بها مساجد المسلمين حول العالم جامع قرطبة الكبير أشهر المعالم الإسلامية في إسبانيا منذ الحكم الأموي للأندلس والذي أنشئ بين عامي سبعمائة وستة وثمانين وتسعمائة وثمانية وثمانين حوله الاحتلال القشتالي إلى كنيسة عام الف ومائتين وستة وثلاثين ثم إلى كاتدرائية وبعد تهدمه في القرن السادس عشر بنيت مكانه كنيسة وبني مكان منارته التي هدمت برج لجرس الكنيسة أدرجته منظمة اليونيسكو عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين كأثر مهم ضمن المواقع التراثية العالمية ليتحول فيما بعد إلى معلم سياحي تمارس فيه أحيانا الطقوس الكاثوليكية الجاليات المسلمة في إسبانيا تتقدم باستمرار بطلبات لإعادة فتح الجامع للعبادة لكن السلطات تتجاهلهم الحكومة الإسبانية والفتكان يعتبرانه كنيسة كاثوليكية مسجلة وتابعة للفتكان وعين اثنان من القساوسة كمسؤولين فيه الحال ذاته مع قصر الحمراء في غرناطة أحد أهم الآثار الإسلامية الباقية منذ الحكم الأموي للأندلس فقد حول إلى كاتدرائية رغم وجود مسجد فيه منذ عام 1308 ثم إلى كنيسة بدخول المنطقة تحت سيطرة المسيحيين وتمارس فيه اليوم الطقوس الكاثوليكية مسجد المرابطين هو الآخر أحد أقدم مساجد غرناطة بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين عند انهيار قسم كبير منه في القرن السادس عشر أنشئت بمكانه كنيسة سان خوسي ومسجد المهاد في إشبيليا الذي افتتح عام 1182 ثم تهدم عام 1433 تحول إلى كاتدرائية سانت ماريا أكبر كاتدرائية في العالم وكذلك مسجد باب المردوم في طليطلة الذي بني عام 999 تحول إلى كنيسة عام 1085 ومسجد ترين رياس الذي أنشئ في القرن الحادي عشر في المدينة ذاتها حول إلى مركز لترويج الفنون اليدوية وأمام هذه الحقائق التاريخية الدامغة لم يسمع للمعترضين على إعادة آيا صوفيا إلى جامع أي صوت إلا أن التاريخ لا ينسى ما يكشف عن ازدواجية المعايير لدى أصحاب الآراء المعارضة لقرار القضاء التركي بإعادة آيا صوفيا في إسطنبول إلى جامع كما يقول مراقبون ترجمة نانسي قنقر